اشتركوا في القناة كتبين ليمها تلخيص summary making أو يعني summary بروحها هي التلخيص ليش؟ لأن حصلت من قبل بوحدة من المعلمات زميلة والله طالباتها قالين الأبلة ما شرحت لنا شنو هذا ما شرحت لنا summary هي شارحة مسكينة بس هم ما يدرون إن كلمة summary هي التلخيص فحطوا الشغلة هذه برعاسكم إن summary making هو التلخيص متى ييني سؤال التلخيص ييني طبعا عقب الفقرة اللي عليها السئلة أو القطعة اللي عليها السئلة يعني بمعنى آخر summary عندنا يكون أساسا من القطعة هذه شنو طريقة السؤال؟ summary كأنه سؤال عادي ترى كأنه سؤال خلونا نقول set book نفس الطريقة يجي سؤال بهالطريقة يعني مثلا عندك هذا السؤال السمري هني يقولك what are the different forms of passwords هذا السؤال مرتبط أصلا بالقطعة اللي راح أعرضها لكم بعد شوي بس خلونا شوي ندرس سؤال السمري شلون ييني سؤال السمري ييني بالطريقة هذه يقولك in four sentences دايما يبي منك four sentences أربع جمل هني كاتب لك of your own يعني جمل من عندك أوكي لكن يعني هذي شغلة راح أذكرها بعدين إذا سويت كوبي بيست من الفقرة نفسها راح يمشونها صح ما راح تعتبر غلط لكن هم تقدرين تكتبين بأسلوبك أوكي فدايما يبي منك أربع جمل مو أقل من أربع جمل أنيوي يقولك summarize the second paragraph لاحظي دائما يحط لك الparagraph اللي يبيها ما راح يطلب منك تلخصين الفقرة كاملة أو سوري القطعة كاملة راح يحدد لك أي فقرة بالضبط يبي فهني أي فقرة يبي بالفقرة الثانية أوكي in an answer to the following question يعني يحط لك سؤال هذه الشغلة الأولى طبعا أربع جمل هذي ثابتة أربع جمل ثابتة بس هم أنت إقرا يمكن يكونون مغيرين الحين يمكن يبي خمس جمل يمكن يبي ثلاثة أوكي فأنتوا اقرأوا لا تعتمدون على كلامي بس أوكي دائما يحط لك سؤال ودائما يحط لك الفقرة اللي يبيك ترجعين لها فخلي النقطة هذي ببالك now الشريحة اليايا راح أوريكم الفقرة أوكي ورح نشوف الparagraph المطلوبة ونقراها مع بعض ونشوف حل السؤال السؤال يقول لك what are the different forms of passwords يعني أنواع ال passwords تقريبا أو صياغ ال passwords أوكي هذي القطعة عندنا طبعا القطعة تكون قبل السؤال أكيد يعني بس أنا حطيت لكم السؤال قبل so anyway طالب مننا أي فقرة طالب مننا الفقرة الثانية نزوم شوية ما يخالف نو هذي الفقرة الأولى طبعا ما نبيحنا الأولى هذي الأولى هذي الثانية اللي راح نشتغل عليها all right so let's read this one together الحين طالب منت شنو السؤال طبعا لازم تركزيلي على السؤال ما تين تلخصيلي الفقرة هذي على كيفتش لازم الأربع جمل اللي طالبها منتش تكون إجابة للسؤال يعني ممكن تسألني واحدة مثلا أنا حط الجملة الأولى مثلا مقدمة والجملة الثانية إجابة مثلا على السؤال والجملة الثالثة إجابة على السؤال والجملة الرابعة خاتمة حق فقرتي حق السمري مالي أو التلخص مالي لا شذي أنت معناتها مجاوبة على أثنين من أصل أربعة ما يبونيك تحطين مقدمة ما يبونيك تحطين خاتمة انسي انسي سالفة التنسيق الحين انسي سالفة المقدمة وانسي سالفة الخاتمة اللي يبي منتش أربع جمل والأربع جمل هذي كلها تكون مرتبطة بالسؤال مرة ثانية شنو سؤالنا يبي صياغ الباسورد صح ولا لا اوكي رح نقرأ الفقرة هذي مالتنا مرة ثانية اهو طالب منك من الفقرة الثانية فرح نقراها ويا بعض ورح نشوف الجملة اللي تكون مرتبطة بسؤالنا بنحط عليها خط اوكي يقول لك هني knowing the types of passwords is required هني عطاني اجابة حق سؤالي forms of passwords ما عطاني للحين السؤال يقول يبي طرق كتابة الباسورد او صياغ الباسورد صح ولا لا فلحين الجملة هذي ما تعبر لي عن شي صح ولا لا you must find out if all letters must be lower case or if upper and lower case are both acceptable لحظة هني عندك هذي جملة واحدة من النقطة لين نقطة طبعا هذي جملة اوكي جملة واحدة لكن فيها two forms اذا ملاحظين يقول لك if all letters must be lower case هذي الطريقة الاولى هذي الفورم الاولى اجابة سؤالنا اوكي or if upper and lower case are both acceptable فاحنا ممكن نحط عليهم خط if all letters must be lower case اوكي فهذي number one والثانية يقول لك اذا ملاحظين if upper and lower case are both acceptable so هذي number two اوكي فخلصنا من one وخلصنا من two نكمل passwords may consist of letters or numbers only or are special characters فلاحظيها من نفس الشي جملة واحدة من النقطة لين نقطة هني again so from here until here من النقطة لين نقطة جملة واحدة لكن حاطلتش شغلتين حاطلتش passwords may consist of letters or numbers only وبعدين حاطلتش or are special characters special characters يعني رموز خاصة فإذا عندش هني consist of letters or numbers only so this one here is three اوكي وعندش four الاخيرة special characters so this one here is four انزين يحتاج اكمل ما يحتاج انتي طلعتي اردي اربعة اوكي لكن just in case كملي القراءة يمكن تلقين معلومات اكثر وعلى فكرة غالبا غالبا ما ادري يعني انا حسب اللي قاعدة شوفها بالامتحانات غالبا يحطوا لك six items ست شغلات وانا you have to find four out of them فيمكن هني الفقرة انا قريتها قبل ما اشرح لكم فيها بس اربعة الاربعة هذولا اللي انا طلعتهم لكن بالامتحانات غالبا يحط لك اكثر على اساس انه لو انتي ما انتبهتي مثلا ان النقطة هذي عبارة عن نقطتين او سوري الجملة هذي عبارة عن نقطتين اوكي في ناس ممكن ما تنتبه فممكن تلقي جمل زيادة يعني انتي لاحظة هني حط لك بجملتين حط لك اربع نقاط فانتي خلصتي يعني حصلتي اجابة السؤال اللي انتي قاعدة تحلينا حق السامري لكن غالبا يحط لك six items فخلونا نكمل نقرأ الفقرة ويا بعض your password should be something you can easily remember but something impossible for anyone else to decode or guess اوكي يعني هذي ممكن تعتبر نوعا ما طريقة كتابه بس يعني not hundred percent مو امية بالمية يعني هي مو طريقة كتابه كثر ما انها نصيحة نصيحة مو طريقة كتابه مو مثل اللي فوق اللي فوق يقول لك lowercase يعني احرف صغيرة او اذا كانت احرف كبيرة اوكي upper and lowercase زين او ممكن يقول لك احرف ارقام رموز خاصة هذي طرق كتابة الباسورد صح ولا لا لكن هني لما يقول لك ان الباسورد لازم يكون شيء سهل وان انتي تذكرينا يعني وغيرك ما يعرفه او يخمنه هذي مو طريقة كتابه فاذا الجملة هذي ما تفيدني اوكي ناو يقول لك do not store it in a computer or leave a handwritten copy where others might see it هذي هم نفس الشيء advice ان لا تخلين الباسورد مالتش بالكمبيوتر او مكتوب somewhere وان احد ثاني ممكن يطلع عليه فاذا هذي مو اجابه بعد you could put the number in your address book in a disguised form يعني ممكن تقولين disguised form ممكن تستخدمينها بما انه ويبي forms ممكن تقولين it could be disguised ممكن تمشي بس خلاص احنا لقينا اربعة وردي بس ممكن تضيفينها هذي اوكي 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 نكمل it is wise to change your passwords frequently من الحكمة يعني انه تغيرين الباسورد باستمرار والجملة الاخيرة عندنا يقولك some authorities suggest changing passwords every three months to avoid facing crucial problems يعني بعض السلطات تقترح تغيير الباسورد كل ثلاث شهور لتفادي مشاكل صعبة كل هذا اللي قريناه عقوب ما لأى اي علاقة بسؤالنا اذا لاحظتوا بس جملتين اهم وللهم علاقة بالامتحان مثل ما قلتلكم اهم جملتين صح يعني هذي الجملة الاولى لحد هني فيها كم نقطة قلنا فيها one و two نقطتين عندك الجملة الثانية من هني لهني فيها هم نقطتين فصار عندك اربع نقاط صح ولا لا بالامتحان مثل ما قلتلكم غالبا يبلتش six points six items ست نقاط يعني فانت اختاري منهم اربعة بتحطينهم كلهم no problem with this اوكي نرجع على سؤالنا مرة ثانية again السؤال يبني منتش four sentences قصدة اربع اجابات على السؤال اللي حطه لتش السؤال ممكن نحط بهالطريقة ممكن نحطه نيامهم عادي بس انه ركزي انه فيه سؤال وفيه paragraph مثل ما قلنا وفيه عدد للجمل السؤال يقول what are the different forms of passwords طلعناهم قلنا all letters should be lowercase هذي الاولى upper and lowercase letters are acceptable او عندك consists of اللي هو password consists of letters and numbers او consists of شنو special characters طلعت هاي الاربع نقاط ملوتج الحين خلونا نشوف شلون نصيغ النقاط هذي بالطريقة الصحيحة وشنو الاخطاء الشائعة اللي ويطلبوا وطالبات يطيحون فيها وينقصون عليها درجات اوكي حطينا الافكار ملوتنا بالطريقة هذي all letters should be lowercase upper and lowercase letters are acceptable the password can consist of letters and numbers the passwords the password طبعا مفرد خلاص اللحها the password the password can consist of special characters بالطريقة هذي اوكي حطينا الافكار كلها الاربع اللي طلعتهم انتي اردي حطيناهم شذي بالطريقة هذي وحطينا ارقام طبعا طالب مني 4 sentences حطيتي 4 sentences وكلهم اجابة حق السؤال هذا طبعا صح ولا غلط اذا حليتي بالطريقة هذي اللي رح يصير رح تشوفين دائرة شذي x هالكبر وبعدين رح تشوفين minus 2 رح تنقصين درجتين على الطريقة هذي ليش؟ لانه هو طالب منك summary summary ايه على طريقة paragraph paragraph يعني فقرة فما يصير انتي تحطي لي نقاط بالطريقة هذي لازم تسوين summary مالج على هيئة فقرة للحين انتي صح كمعلومات لكن حرام اذا السماري علي 10 انتي بتي 8 ما عنا كل معلومات اج سليمة بس لانت حطيت ترقيم الارقام ممنوعة سوى ارقام شذي شرطة خالية او حطيت نجمة اي ان كان شذي غلط اوكي فاللي لازم يصير هو بالطريقة هذي اوكي رح نمسح الارقام ونسوي السماري مالج على شكل فقرة بالطريقة هذي اوكي فشلنا الارقام بالطريقة هذي بتتركي اللي فراغ على اساس انها فقرة no problem at all اوكي فهذي الطريقة السليمة حق كتابة السماري مالج اوكي طبعا اذا حليت انتي بالطريقة هذي اوه يعني رح تاخذين العلامة الكاملة no problem at all بس شنو يفضل ان انتي تكملين بعض الجمل يعني انت تضبطين بعض الجمل يعني مثلا all letters should be lowercase يعني كبداية بداية حق السماري مالج مو حلو انها تكون بها الطريقة ممكن تقولين مثلا all letters in the password for example or in passwords ممكن تسوينها جمع بس بما ان كتبنا بما ان كتبنا the نخليها password in the password should be lowercase no problem upper and lowercase letters are acceptable مثلا ممكن تقولين in forming the password for example okay the password can اوكي كررنا وايد the password نشيلها نحب it so it can consist of letters and numbers okay وعندنا مرة ثانية اذا password نقدر نقول it can also consist of special characters for example ضبطناها بالطريقة هذي اذا ما ضبطتيها عادي اذا خليتيها مثل ما هي مو مشكلة اهم شي عندنا انه 4 ideas اللي مطلوبة منك اللي هي هاذ اللي طلعتيها تكون كلها موجودة بال summary knowledge اوكي ممكن يتيني وحدة حالة بالطريقة هذي خلونا نشوفها ويا بعض there are many different forms of passwords لاحظي الجملة هذي ترى ما لها شغل باجابة السؤال السؤال يقولك يبي different forms of passwords صح او لا اه هي حاطتلي مقدمة نوعا ما اوكي وبلا صح هي تعتبر مقدمة اوكي خلونا نكمل ونشوف اذا هي مغطيت لنا الافكار هذولا اوكي نو هذي الجملة فبنحط خط هذي الجملة الاولى احنا نبي how many sentences نبي 4 صح او لا فهذه الاولى خلصنا منها بعدين تقول all letters should be lowercase in some passwords اذا اه هي غطتلي الفكرة الاولى صح او لا نكمل while in other passwords both upper and lowercase letters are acceptable لاحظي حطتلي الفكرة الثانية لكن اذا ملاحظين من النقطة لنقطة من هني لحد هني هذي جملة واحدة لكن شم فكرة دخلتلي بالجملة الوحدة هذي دخلتلي فكرتين اللي هي all letters should be lowercase وبعدين حطتلي both upper and lowercase are acceptable فاذا حطتلي فكرتين في جملة واحدة اللي هي الجملة الثانية نكمل some passwords consist of letters and numbers while other passwords consist of special characters اذا هي دخلتلي منو consist of letters and numbers ودخلتلي special characters واخر شي شنو حطتلي بس لحظة خلونا نحط هني خط so here we have الجملة الثالثة the third sentence اذا فاخر شي تقول it is advised that you change your password every three months طبعا الجملة هذي مو اجابة على السؤال مالنا صح ولا لا لا الجملة الاولى ولا الجملة الثانية يعني خلونا نشطب عليهم لا الجملة هذي ولا الجملة الاخيرة يعتبرون اجابة على سؤالنا صح ولا لا لكن البنت حطتهم كمقدمة حطت حق نفسها مقدمة وحطت حق نفسها خاتمة لكن شنو الاهم من هذا كله الاهم انه عندنا اربع جمل بالنهاية صح ولا لا هذه واحد وبعدين لحد هني اثنين وبعدين لحد هني ثلاثة وبعدين هذي الاخيرة اربعة حطت لي اربع جمل والاهم انه الاربع فكار ملوتنا اللي طلعناهم من الفقرة كلهم هني داخل هذا المهم فهني البنت بالحالة هذي هل تاخذ فول مارك ولا لا طبعا تاخذ فول مارك فاهمين علي فاذن عندك فور سنتنسز اوكي قلنا من اربعة وهذي شغلة لازم تعارفينها من اربعة الى ست جمل من اربعة الى ست جمل يعتبر السمري مالك صحيح بشرط ان الجمل هذي اتليست اربعة منها يغطون السؤال اللي مطلوب منك اوكي فانتي ممكن تحطين من اربعة الى ست جمل لكن اهم شي انه اربعة منهم اذا حطيتي ستة يغطون السؤال المطلوب اوكي ميس شنو يصير في حال اني ما عرفت اترجم وخضيت الفقرة بكبرها وحطيتها هني طبعا رح تنقصين ورح تنقصين وايد لان الكوبي بيست يعتبر الكوبي بيست بمعنى شنو انك تنقلين الفقرة كاملة وتحطينها هني اوكي يعتبر نقل فتنقصين وايد عليها اوكي شنو يصير ميس اذا حطيت اكثر من ست جمل حطيت سبع ثمان جمل مثلا شنو يصير هم رح تنقصين لان هذا تلخيص شنو الفايدة من التلخيص اذا بتحطين ثلاثة اربعة على الفقرة صح ولا لا في بنات يعني ممكن شنو تسوي تحط الفقرة كاملة وتشيل منها جملة جملتين وبعد قولي يلا عشان لا يقولوا لي ان نسوي كوبي على الفقرة لا ادامنها اكثر من ست جمل تعتبر كوبي ورح تنقصين اوكي فلا توهقون اعماركم لا تحطون نفسكم بمواقف يعني محلوة طالب منك اربعة حطي اربعة سووا مثل ما احنا سوينا طلعي اجابة السؤال من الفقرة اربع اجابات وحطيهم وذات ست ما لا داعي تحطين مقدمة ما لا داعي تحطين خاتمة الموضوع وايد وايد سهل بس دايما ارد وعيد مثل ما انا دايما اقول لكم لا تعقدون اعماركم بسطوا الامور كثر ما تقدرون اشتركوا في القناة